سالم من أمريكا يقول أختي مطلقة وتريد تعمل زواج لابنتها لعطيها من الزكاة سالم بارك الله فيك بالنسبة لمن يستحق الزكاة هم الذين ذكرهم الله عز وجل بقوله في كتابه العزيز إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله فهؤلاء هم الذين يستحقون الزكاة وكلما كان أحد هؤلاء الأصناف الثمانية قريب إلى المزكي فهو أفضل وذلك للقاعدة الشرعية التي جاءت بها النصوص واجعلها في الأقربين فبالنسبة لأختك يا أخي الفاضل هل هي فقيرة إذا كانت فقيرة نعم تستحق الزكاة هل هي مسكينة مسكينة عندها دخل لكن ما يكفيها هل هي غارمة يعني هي تكلفت الآن في إعداد زواج ابنتها من حيث الضروريات والحاجيات لا من حيث الإكسسوارات والكماليات وإنما الضروريات إذا قلت لي نعم نعم تعطيها من الزكاة فإذا كان يعني العادة عندكم جرت على أن الأم تجهز ابنتها مثلا في حال الزواج وليس عندها قدرة مالية ما في بأس أنك تعطيها من الزكاة أما إذا كان طلبوا مبلغا من الزكاة لأجل بعض الكماليات والتحسينيات والأشياء التي يتأثرون فيها بالعادات والتقاليد فما تعطيها من الزكاة بارك الله فيك وإنما الزكاة يستحق هؤلاء الأصناف الثمانية ترجمة نانسي قنقر